يبدو أن طهران تسعى لإيجاد مخرج يضمن لها العودة للاتفاق النووي فثمت تعهدات أعلنت عنها طهران بمغاصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذائرية بشأن الملفات العالقة بالتزامن مع اجتماع في العاصمة النمساوية فيينا لمجلس محافظي الوكالة الدولية لبحث الملف النووي الإيراني هذه التعهدات أعلنت عنها الخارجية الإيرانية قبيل الاجتماع إن إيران مستعدة لمواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الملفات العالقة وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية حتى خلال اجتماع قبل ثلاثة أشهر إيران على تقديم إجابات بشأن آثار يورانيوم مخصة بعثر عليها في ثلاثة مواقع إيرانية لم يعلن عنها وبالتوازي مع تعهد إيران بالتعاون للإجابة عن هذه التساؤلات التي تشغل الوكالة الدولية طالبت طهران في المقابل الوكالة والدول الأوروبية بعدم الإدعان لضغوط إسرائيل بشأن أنشطتها النووية مخاوف طهران من التأثير الإسرائيلي لم تأتي هباءً فثمت تحركات إسرائيلية منذ أسابيع لعرقلة الاتفاق النووي وآخرها تواجد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائر لبيت في برلين في محاولة لإقناع القوى الغربية بالتراجع عن إحياء الاتفاق النووية مع إيران وشهدت حماسة الدول الأوروبية وخصوصاً ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تراجعاً في الأيام القليلة الماضية بعدما أثارت هذه الدول شكوكاً جدية حول نية طهران إحياء الاتفاق مؤكدة أن الاتفاق المخترح على طهران من قبل الاتحاد الأوروبي يمثل الحد الأقصى لمرونة القوى الأوروبية بشأن الملف النووي الإيراني في المحصلة لكل من واشنطن وطهران مصلحة في الإبقاء على قنوات الدبلوماسية قائمة لعدم وجود خيارات أفضل حتى لو لم تكن لديها نية لإبرام الاتفاق فبالنسبة لأمريكا فإن التركيز المستمرة على خطة العمل المشتركة يرجع تحولاً مكلفاً نحو زيادة الضغط على طهران أما بالنسبة لإيران قد يؤدي الانسحاب من المباحثات إلى فرض عقوبات دولية أكبر وإضعاف لاقتصاد في حين أن استمرار الدبلوماسية حتى لو كانت بلا طائل يقيها واقتصادها مزيداً من الضغوط الدولية ويمنحها غطاء لمواصلة تقدمها النووية ينضم إلينا من طهران محمد صالح صديقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية أهلاً ومرحباً بك سيد محمد بداية كيف تراقب طهران ما يجري من تحركات اليوم آخرها اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية وما صدر عن هذا الاجتماع مساء الخير لك والمشاهدين إيران تعتقد بأن هناك خلل في العلاقة بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأن الوكالة الدولية تعتمد على تقارير استخباراتية مقدمة من إسرائيل وأصبح واضحاً بأن الإسرائيليون قالوا أيضاً بأنهم قدموا معلومات للجانب الأوروبي بشأن البرنامج النووي الإيراني وإيران تعتقد بأن مثل هذه التقارير واعتماد الوكالة الدولية على هذه التقارير يخل باستقلالية الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يجب أن تستند على معلومات من فرق التفتيش التابعة لها التي تزور المواقع الإيرانية وبالتالي هذه العلاقة يجب أن تحل النقطة الثانية إيران تعتقد بأنها تستطيع أن تتعامل مع الوكالة الدولية من أجل إزالة القلق عند الوكالة والإجابة على كل الأسئلة التي تطرحها الوكالة الدولية لكن يجب أن تتعامل الوكالة هكذا تقول طهران تتعامل الوكالة بعيدا عن الدوافع السياسية والاستخباراتية والأمنية التي زودتها بالتقارير التي انطلقت من إسرائيل وبالتالي هي أيضا قالت بأنها منفتحة على مسودة القرار الأوروبية وهي تعمل من أجل تحقيق اتفاق يكون قوي مستدام يحمل الثقة لكل الأطراف المعنية بأي اتفاق يمكن أن تتوصل إليه إيران مع الأطراف الغربية سواء كانت الأمريكية أو الأوروبية سيد محمد وهنا هي ذاتها إيران التي تقول مستعدة للتعاون مع الوكالة تشترط إلغاء وإغلاق التحقيقات تحقيقات الوكالة الدولية فكيف نفهم هذه الرغبة التي تبديها بالتعاون من جهة ومن جهة أخرى تقترح وتشترط شروط لا يقبل بها الغرب مرتبطة بالتحقيقات طبعا إيران في هذا المجال هي تتحرك على مسارين المسار الأول وهو مسار الدول الغربية التي تستطيع أن تعالج هذه الادعاءات لأن إيران تعتقد بأن هذه الادعاءات كانت موجودة قبل العام 2015 عندما تم التوصل إليه في ذلك الوقت والدول الغربية أيضا ساهمت في غلق هذا الموضوع سياسيا لأنها تعتقد بأن هذه الادعاءات سياسية هذا المسار الأول المسار الثاني تعتقد طهران بأنها تستطيع أن تتعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشرط أن لا تعتمد الوكالة الدولية على تقارير مرسلة من قبل إسرائيل وكلنا يعلم بأن قبل الاجتماع السابق لمجلس محافظية الوكالة الدولية السيد رفايل قروسي زار إسرائيل وبحث مع الجانب الإسرائيلي التقارير الموجودة عند الجانب الإسرائيلي وإيران تقول بأنها لا يمكن لها أن تجيب على أسئلة يطرحها الجانب الإسرائيلي وليس الوكالة الدولية بمعنى الجانب الإسرائيلي لديه البحث بتقارير اليوم لا يعني بأن الوكالة التزمت بهذه التقارير بالتأكيد ملتزمة بهذه التقارير لأن كل التقارير التي رفعتها فرق التفتيش التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال تفقدها للمشاءات النووية الإيرانية هي لا تحمل مثل هذه الادعاءات وبالتالي كل التقارير التي رفعت من فرق التفتيش هي تقول بأن إيران لا تمتلك برنامجا سريا لإنتاج السلاح النووي وأن البرنامج النووي الإيراني لا يسير باتجاه العسكرة وإنما حتى سيد جروسي قال قبل ثلاثة أيام بأنه لا يستطيع أن يقول بثقة كاملة بأن هل إيران برنامجها هل هو سلمي أم عسكري هذا النوع من التلاعب بالألفاظ من قبل سيد جروسي هو يزيد الكثير من الشكوك وعدم الثقة عند الجانب الإيراني وبالتالي سيد جروسي يجب أن يقول إما أنه هناك برنامج عسكري أو يقول بأنه لا يوجد برنامج عسكري أما أن يكون 50-50 يتعامل مع البرنامج الإيراني بأنه لا يستطيع القول هذه النوع يبدو لي بأنه يشكك في مصداقية الوكالة الدولية وفرق التفتيش التابعة لها التي تعمل في داخل الأراضي الإيرانية ببداية حديثك سيد محمد تحدثت عن خلل اليوم بالعلاقة ما بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم على ما يبدو الخلل ينسحب على العلاقة ليس فقط بواشنطن حتى بالاتحاد الأوروبي بحسب ما صدر البيانة الأخيرة للاتحاد الأوروبي رفضته أصلا إيران كيف يمكن الحديث عن عودة لأي اتفاق في ظل تغيب الثقة فيه تماما عن كل الأجواء وعن كل هذه الروابط والعلاقات هذا صحيح جدا تحدثتي عن الثقة أنا أعتقد بأن الآن الثقة مفقودة كليا بين إيران وبين الوكالة بين إيران والاتحاد الأوروبي بين إيران والجانب الأمريكي دعيني أذكر مما يعزز حاجز عدم الثقة دعيني أذكر بأن مناسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل كان قد علق على الملاحظات الإيرانية بأنها معقولة جدا وهذه هو قالها بشكل واضح بأنها معقولة جدا الآن يأتي بيان لوزراء خارجية التريكة الأوروبية يقولون بأن إيران حسب تصورهم بأنها لا تسير باتجاه عقد اتفاق ولا تريد عقد الاتفاق هذين الموقفين موقفين متعارضين وبالتالي الإيرانيون يقولون بأنهم لم يرفضوا المسودة الأوروبية للاتفاق هم يقولون بأن هناك بعض المصطلحات الغير واضحة هم يريدون توضيح لهذه المصطلحات من أجل إزالة أي لغم يمكن أن يتفجر فيما بعد وبالتالي الإيرانيون يقولون بأنهم يريدون من هذه المصطلحات هو إطفاء نوع من الثقة لديهم بهذا الاتفاق لأنه في حقيقة الأمر هناك ثقة مفقودة هم لا يريدون أن يلدغوا من جحر مرة ثانية عندما لدغوا من هذا الجحر عندما انسحب رئيس ترامب من الاتفاق النوع وبالتالي أنا أؤكد على عدم وجود هذه الثقة يبدو لي بأنه يجب تعزيز هذه الثقة والكرة في الملعب الأمريكي من أجل تعزيز هذه الثقة حتى نفهم كيف إيران تنظر إلى هذه التبدلات اليوم بالتصريحات الأخيرة إيران تقول بأن تبدل الموقف الأوروبي هو بسبب إملاءات قادمة من واشنطن إملاءات أمريكية لكن إذا ما فكرنا وتعمقنا ما مصلحت أوروبا اليوم بذلك ما مصلحتها بهذا التبدل والكل معني بالعودة للاتفاق يعني دعيني أذكر بأن هناك هيمنة أمريكية على القرار الأوروبي البيان الذي صدر من وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاثة هو جاء بعد أقل من 24 ساعة من الاجتماع الهاتفي المشترك الذي تم بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاثة وبعد ذلك صدر مثل هذا القرار توقيت صدور هذا القرار توقيت مقلق وملفت أيضا لأنه قبل ثلاثة أيام من عقد اجتماع مجلس محافظية الوكالة الدولية أنا لا أعتقد بأن مثل هذا القرار يزيد الثقة أو يخلق بيئة مناسبة من أجل التوصل لاتفاق وبالتالي أنا أعتقد بأن جميع الأطراف معنية الآن بأخذ إجراءات وخطوات إيجابية من أجل تعزيز الثقة بين إيران وبين الدول الغربية لأننا نعلم بأن هناك انسحاب حدث للجانب الأمريكي من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 وبناء على هذا الانسحاب فرضت عقوبات على إيران في حدها الأقصى وكلنا يتذكر أن الرئيس ترام قال بشكل واضح بأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران بعد العام 2019 هي كانت سابقة في تاريخ الولايات المتحدة إذن أنا أعتقد بأنه من حق إيران ومن حق أي دولة أن تمر بمثل هذا الوضع أن تعمل من أجل تعزيز الاتفاق أي اتفاق يمكن أن يتم بناء عليه إحياء الاتفاق النووي وهذا شيء طبيعي جدا كما قال منسق الشؤون الخارجي في الاتحاد الأوروبي بأنها مثل هذه الملاحظات هي ملاحظات معقولة جدا أشكرك جزيلا شكر محمد صالح صديقيان من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية ترجمة نانسي قنقر